على وقع الجدل المستمر بشأن الوجود العسكري الأمريكي في العراق يرسم الجانبان مستقبل علاقاتهما في جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي فوفد عراقي يبحث مع الجانب الأمريكي في واشنطن التعاون العسكري بين البلدين على المدى البعيد وفق البيت الأبيض فإن الاجتماعات التقنية بين الطرفين بناءة وفيما تحدث مسؤولون أمريكيون عن توقعات باحتمال إنهاء عمل البحثة القتالية الأمريكية في العراق نهاية العام الحالي أكدت مصادر أخرى أن بغداد ترغب في استمرار مساعدة الولايات المتحدة والتحالف الدولي في تدريب القوات العراقية وتوفير الدعم اللوجيستي لها في حربها ضد داعش وشددت المصادر على التزام إدارة الرئيس جو بايدن ببقاء القوات الأمريكية في هذه الساحة حتى تطلب الحكومة العراقية عكس ذلك في الأرقام هناك نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقية بينهم 2500 أمريكي ولا تستبع التقارير من البنتاجون وجود خيارات للتعديل في حجم تلك القوات والمهمات الموكلة إليها مسكونة بهواجس أمنية ترى حكومة مصطفى الكاثمي أن هناك ضرورة لاستمرار الدعم الأمريكي العسكري لكن أطراف سياسية عراقية محصوبة على إيران تعارض الأمر مما يضع الحكومة العراقية تحت ضغط يعقد من إمكانية الموازنة بين مصلحة البلاد العليا والجهات المناوئة للوجود الأمريكي وتبدو المهمة أسعب أمام حكومة الكاثمي وسط الرسائل النارية التي تبعث بها باستمرار الفصائل المسلحة ضد المصالح الأمريكية في العراق